قناة الراوي لأجمل القصص والروايات قصة الشمس والقمر يحكى أنه في الماضي البعيد البعيد جدا كانت الشمس تعيش على الأرض مثل ما يعيش عليها البحر وقد تعودت الشمس بين الحين والآخر على زيارته وربما أطالت المكوث لديه تتبادل معه الحديث الممتع ويتناقلان أخبار هذا الكون الذي كان ما يزال وليدا صغيرا وفي يوم من الأيام تنبهت الشمس إلى أمر صارحت به صديقها البحر فقالت الشمس للبحر لقد قررت زيارتي لك فأجاب البحر إنه كرم منك بلا شك فقالت الشمس لكنك لم ترد إلي الزيارة قط فأجاب البحر ظروفي تمنعني من ذلك مع الأسف الشديد فقالت له الشمس أي ظروف هذه التي تحول بينك وبين أداء الواجب فأجاب البحر على الشمس قائلا لها إنني كبير واسع مترام الأطراف ثم إن عندي أبناء وأحياء ومخلوقات كثيرة من حيتان وأسماك وطيور وسباع وما شابه ذلك ولا أستطيع أن أتركهم كما أن بيتك لا يمكن أن يسعها قالت له الشمس عذرك هذا مقبول وليس أمامي الآن إلا أن أقوم ببناء بيت كبير ضخم يتسع للأصدقاء القادمين لزيارتي بأعداد كبيرة وبذلك لا يكون لك عذر تبرر به عدم زيارتك لي فقال البحر شكرا على دعوتك الكريمة ولا بد أن نلبيها ونسعد بوجودنا في قصرك الجميل بدأت الشمس في بناء البيت ويعاونها في ذلك القمر زوجها المخلص وكان يرغبان أن يزورهم البحر وأعوانه وأصحابه لذلك قام معا يشيدان بيتا كبيرا متسعا كي يستقبل فيه الضيف وأتباعه كالحوت والدرافيل وبعد أن انتهي من بناء البيت قدم له الدعوة ليتفضل عليهما بالزيارة فسألهم البحر هل البيت آمنا ويكفينا؟ قال له نعم فقال البحر لهما شكرا على ما تتمتعان به من قرم ونبل وفضل قالت له الشمس المياه تستحق منا كل التقدير والإحترام فهي أصل الحياة فرد عليها البحر قائلا ما من أحد ينكر فضلك يا شمس الحياة أجابت الشمس هيا تعال أيها البحر تفضل إننا في انتظارك وبدأت المياه في التدفق أمواجا إثر أمواج حاملة معها كل الأحياء والمخلوقات التي تعيش في البحر لتدخل بيت الشمس والقمر وأخذت تعلو وتعلو وتعلو حتى ما عاد هناك مكان لصاحبي المنزل لذلك أخذ يصعدان إلى سطح البيت وهما خجولان فما كان يتصوران أن يضيق بهم البيت إلى هذا الحد وبدأت المياه تغمر كل أركان الدار ووصلت سقفه وتجاوزته ارتفاعا إلى السطح والشمس والقمر يرحبان بالوافد الضيف والطر إلى مغادرة المكان والصعود إلى أعلى إلى أعلى إلى أعلى لم يعد للشمس والقمر مكان على سطح الأرض لأن البحر احتل بيتهما كاملا رغم اتساعه وسكن الشمس والقمر في السماء الزرقاء واستقر فيها ليتطلع إليهم الناس وليتذكروا مدى كرمهما وجودهما فكانت الشمس خلال النهار تفرش مياه البحر بنورها وتمده بالدفء والحرارة وكانت هناك بدورها تقوم بتحويل بعض المياه إلى بخار يصعد إلى أعلى لرغبته في زيارة الشمس حيث هي في سمائها وكان القمر ليلا يغطي سطح المياه بضوء فضي جميل يلمع ويتألق وكان البحر بدوره يعكس هذا الضياء ليتجمل به كوكب الأرض كله إن الصلة بين البحر والشمس والقمر لم تنقطع قط منذ صعودهما إلى السماء لقد بقيت علاقة الصداقة قائمة أبد الآباد ويقول الأفارقة إن كان هذا يحدث بين هذه الجمادات فيجدر به أن يقع بين البشر أصحاب العقول الراقية